بدأ العدو التنازلي لمغادرة بن يمين تنيهو الساحة السياسية مع إعطائه الضوء الأخضر لطاقم الدفاع لإبرامي صفقة مع الإدعاء عدة قادة من حزب الليكود أعلنوا نيتهم الترشح كتسح هانيكبي واميري ريكيف ولكن حسب الاستطلاعات فإن نير بركات رئيس بلدية القدس السابق هو الأكثر حظاً لتزاعم الحزب اليميني الأكبر في إسرائيل هذا الصمغ اللي ماسك هاي الأحزاب المتناقضة اسمه بن يمين نتنيهو لأنه عاث فساداً في السياسة في إسرائيل وفي كل المجالات جيد جداً أن يختفي من الحياة السياسية وهذا ما نريده ولكن إذا تم توقيع صفقة الإدعاء فكل الأوراق ستفتح والاحتمالات وخاصة تغيير الحكومة داخل الكنيسة دون إجراء انتخابات تعاني الحكومة الاتلافية الحالية من الازدواجية في مواقفها سواء في الحلبة البرلمانية مع اقتراح قوانين متناقضة أو على الساحة السياسية هذه حكومة سيئة فيما يتعلق بالكدس في الشيخ جراح في سلوان الاستطام في الكدس في الاكتهمات المجد الأقصى في النقب في هدم البيوت في الجريمة هذه الحكومة أسوأ من الحكومة التي سبقتها نيتنياهو لم يوقع بعد على الاتفاق النهائي لمغادرته الحياة السياسية لسبع سنين وحكم مخفف بأعمال اجتماعية إلا أن العديد من الأقطاب السياسية ترفض الصفقة وتطالب بحبسه تماما كأهود أولميرت رئيس الوزراء السابق ولكن في النهاية العقب الكبرى لعودة التحام المعسكر اليمني في إسرائيل قد تزول قريبا لتتحالف مرة أخرى تلك الأحزاب القوية التغيير في الخارطة السياسية الإسرائيلية بات الآن على الطاولة سواء بانتخابات جديدة أو بتغيير شكل الائتلاف الحكومي وانضمام عناصر من اليمين المتشدد داخل هذا الائتلاف أحمد البديري قناة الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر